قد تغيب الإحصاءة الرسمية عن العدد الشامل لوفيات الأوبئة والحميات في العاصمة المؤقتة عدن لكن هذا المشهد كاف لتوضيح الصورة الكاملة وإن كانت الكاميرات قد عجزت عن نقل صور المرضى من داخل المستشفيات والمرافق الصحية فإنها هنا واضحة جلية الممدارة منطقة واحدة من مناطق مدينة عدن تحفر 150 قبرا وكأن القادمين ضحايا مجزرة جماعية أو كارثة بيئية كبيرة الحكومة لم تجد كلمة مناسبة للحديث عن أسباب تصاعد عدد الوفيات اللافت في عدن غير أنها أعلنت وفاة أكثر من 600 شخص بينهم 6 مسؤولين حكوميين وقالت على لسان رئيس مصلحة الأحوال المدنية إنها بسبب فيروسات وأوبئة غامضة وصمتت كما تصمت في كل مرة هذا العدد تم تسجيله فقط خلال 14 يوما أنظار المواطنين والجهات الدولية تتجه نحو فيروس كورونا فهو القاتل الذي يتجول هذه الأيام في كل دول العالم أما الحقيقة فهي مختلفة فهناك أمراض وأوبئة عدة تتفشى في عدن وتختبئ تحت عباءة كوفيد 19 المخيفة وفي خطوة تالية اكتفت الحكومة بإعلان العاصمة المؤقتة مدينة موبوءة وناشدت المجتمع الدولي التدخل لدعم القطاع الصحي الذي يكاد ينهار مع أول موجة لهذه الحميات ترجمة نانسي قنقر